بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب هذه الآية الشريفة تبين مجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة فيقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله يعني إذا شرعتم في الحج أو العمرة فأكملوهما وأتوا بهما كاملا بإتيان مناسكهما بشرائطهما وأجزائهما قربة إلى الله تعالى لا لأجل الرياء أو السمعة أو نحوهما ولا يخفى أنه من أهم شروط العبادات ومنها الحج أن تكون بطريقة صحيحة مشروعة فلابد من تعلمها عن الرسول صلى الله عليه وآله وأوصيائه الذين يبينون كلام الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام كما أن قبول العمل بل وصحته متوقف على ولايتهم ولذا ورد في الأحاديث أن تمام الحج زيارتهم فعن الإمام الباقر عليه السلام إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا فأن ذلك من تمام الحج وعنه عليه السلام تمام الحج لقاء الإمام وعن أمير المؤمنين عليه السلام ألموا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام فأن تركه جفاء وبذلك أمرتم وألموا بالقبور التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها وعن الإمام الصادق عليه السلام تمامهما اجتنابوا الرفث والفسوق والجدال في الحج وفي خبر آخر من تمام الحج والعمره أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير فإن أحصرتم منعكم مانع مثل العدو أو الخوف أو المرض منعكم عن الحج بعد الإحرام فما استيسر من الهادي فعليكم بعد المانع إذا أردتم التحلل عن الإحرام أن تقدموا أو تذبحوا ما أمكنكم من الهادي الذي قدمتموه إلى الله تبارك وتعالى والهادي الأنعام يعني الإبل أو البقر أو الغنم وسمي هديان لأنه يهدى إلى الحرام فترسلون هذا الهادي إلى مكة أو منا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محله الله تبارك وتعالى يبين أن الإحلال من الحج والعمره يكون بعد النحر ولا تحلقوا رؤوسكم للإحلال من الإحرام حتى يبلغ الهادي محله يعني مكانه المعين الذي قرر في الشريعة وهو منا يوم النحر في الحج ومكة في العمرة وتفصيل هذه الأحكام الشريعية تجدونها في الكتب الفقهية فمن كان منكم مريضا من يقدر يأخر الحلق إلى وصول الهادي إلى محله لأنه يحتاج إلى المداوات أو به أذى من رأسه أكو هوام في رأسه مثل القامل هذه الهوام تؤذيه فحتاج إلى الحلق قبل بلوغ الهادي إلى محله فيجوز له الحلق قبل وصول الهادي لكن يجب عليه إعطاء الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك فعليه إذا حلق قبل أن يبلغ الهادي إلى محله فدية يقدمها بدل الحلق شنو هاي الفدية؟ من صيام يصوم ثلاثة أيام أو صدقة يعطيها لستة مساكين لكل مسكين مد أو نسوك يعني شات يذبحها لأجل تعجيله في الحلق وهو مخير بين هذه الثلاثة الصيام أو الصدقة أو النسوك فإذا أمنتم من العدو فلم يصادفكم خوف بعد الإحرام لم يكن هناك عدو يصدكم أو شفيتم من المرض وزال المانع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أتى بعمرة التمتع وانتهى إلى الحج وبين عمرة التمتع وحج التمتع يجوز له أن يستمتع بالطيبة والنساء وسائر الملذات التي حرمت بسبب الإحرام فيباح للمتمتع هذه المحرمات بسبب إتيانه العمرة فإن العمرة تنتهي سريعا فتحل المحرمات فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني إلى حين إحرامه للحج فتحرم عليه المحرمات مرة أخرى وبين هذين الإحرامين يحل له التمتع بهذه الملذات فإذا أحرم للحج فما استيسر من الهادي فإذا أحرم للحج فالواجب عليه ما استيسر من الهادي يعني ما تمكن عليه الإبل أو البقر أو الشاط فيجب عليه ذبحها في ميناء أيام العيد فقد شرع حج التمتع في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله حيث حج الرسول بأصحابه وكان قد ساقم معه مأة بدنه لينحرها في ميناء وجعل سبعا وثلاثين منها للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفي ذلك حديث مفصل من أراد تفصيله فليراجع تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 114 ولعل سوقه لهذا العدد الكبير من البودن لينحرها في ميناء ليطعم بها أهل مكة ولتحبيب قلوبهم أو لتعظيم أمر الحج أو لأنها من شعائر الله فأراد الرسول إظهار هذه الشعيرة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد الهادي للفاقر فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام في أيام الحج منذ الحجة وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده تلك عشرة كاملة هذه العشرة تكون بدلا عن الهادي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك يعني حج التمتع الذي يكون عمرته مقدم على حجه هذا فرض لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني لم يكن من أهل مكة أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام أو كان في أطراف مكة بمسافة معينة مذكورة في الفقه ففرضه حج القران أو حج الإفراد وفي حج القران أو الإفراد يقدم الحج على العمرة والفرق بين القران والإفراد أن حج القران يتم عقد إحرامه مع سوق الهادي أما حج الإفراد فلا هدي فيه واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بما أن تشريع التمتع كان صعبا عليهم جدا لأنه ما كان مألوف عندهم في الجاهلية لذا حذرهم الله تبارك وتعالى من مخالفة هذا الحكم الشرعي فقال واتقوا الله في أحكامه أيها المسلمون فقد شرع حج التمتع في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله ولما نزلت آية التمتع بالعمرة إلى الحاج أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس بالإحلال إلا من ساق الهادي وقال للناس يا أيها الناس هذا جبرايل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهادي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل واعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله واعترض على حكم الله وقال معترضا يا رسول الله نخرج إلى منا ورؤوسنا تقطر من النساء وقد صرحت مصادر العامة بأن هذا الرجل كان عمر بن الخطاب وبقي على اعتراضه حتى منع عن عمرة التمتع في خلافته وقال متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء واعلموا أن الله شديد العقاب فلا تخالفوا أوامره ونواهيه ولا بأس أن نذكر أعمال الحج في بيت من الشعر للشيخ البهائي وحفظ هذا البيت يسهل للإنسان حفظ أعمال الحج بالترتيب أطرست للعمرة تجعل نهج أو أرنحت رسطرم رن لحاج أطرست للعمرة هذه رموز العمرة الألف الإحرام لعمرة التمتع الطاء إشارة إلى طواف العمرة الراء ركعتان لطواف العمرة السين السعي بين الصفا والمروة التاء التقصير عن عمرة التمتع لحجة الإسلام هذه أعمال العمرة لحجة التمتع أما أعمال الحج أول أرنحت رسطرم رن لحاج الألف الإحرام الواو الأول الوقوف بعرفات في التاسع من ذا الحجة الواو الثاني الوقوف في مشعر الحرام ليلة العيد إلى الصبح الألف الإفاضة إلى منا يوم العيد الراء راميو جمرة العقبة في يوم العيد النون نحر الإبل أو ذبح الذبيحة ألحى الحلق في يوم العيد الطاء الطواف عن حجة الإسلام الراء ركعتان صلاة طواف النساء الميم المبيت في منا الراء راميو الجمرات الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذا الحجة هذه الأمور للحاج أواو أرنحت رسطرم رن لحاج نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين